نبدأ كلامنا من أخبار النادي الآلي وحصل فريق الآلي على راحة سلبية النهاردة قبل ما يسانف تدريباته بكر إن شاء الله يوم الثلاث تحضيراً للمباراة الهم السوبر الإفريقي أمام الزمالك المباراة يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله 27 سبتمبر بعد غلق ملف خلاص مباراتي جورماهيا اللي كيني في دور اللي 32 مصابقة الشامبينز ليج دورة عبطالة إفريقية وحاجزة بطاقة الصعود خلاص لنادي الآلي دور المجموعات بيعقد مارسل كولر مدير فريق نادي الآلي جلسة مع معوني يحدد بقى البرنامج الإعدادي خاص لمباراة السوبر الإفريقي والحمل التدريبي والأسلوب الخط اللي بيعني طبعاً تطبيقه في التدريبات القادمة اللي قبل طبعاً المباراة من أجل الاستعادات الجيد لمواجهة نادي الزمالك بيعكف كولر على مشاهد طبعاً بعض مباراة الزمالك الأخيرة خاصة مباراة الشرطة الكيني في دور اللي 32 لبطولة الكونفدرالي الإفريقية من أجل وقوبة على خطة لعب الفريق الأبض تحت مديره الفاني طبعاً البرتغالي جوزي جوماز وطريقته في بناء الهجمة واختراق صفوف المنافس وأبرز اللاعبين بعتمد عليهم ده جوزي جوماز في الفترة الأخيرة وأنا مسؤولنا دي الأهل إجراءات السفر إلى السعودية اللي خوض بطولة السوبر الإفريقي المقارنية ومبرومة زينا قلت رحالكم اللي جاي في الرياض وقام الجهاز الإداري للفريق بينها بقى إجراءات السفر بالتنسيق مع السفراء السعودية في القاهرة والإتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بتكون تأكيد مباراة تكون قوية جداً من الأهل وإزا مالك بطل داري بطال الإفريقية في مواجهة بطل الكونفدرال الإفريقية طبعاً مباراة سوبر مصري خالص بإذن الله التوفيق اللي كان الفريقين بتكون مباراة بقيمة الكرة المصرية بإذن الله في السعودية يوم الزمان اللي جاي فرض الجهاز الكرة من نادي الأهلي حظر إعلامي طبعاً لعبيه الفريق استعدلنا مواجهة السوبر الإفريقي أمام الزمالك أختر سامي أمصان القائم مع أعمال مدير الكرة اللعبي بتوقف احتفالات التتويق تماماً بالدوري فترة حالية مع منح كمان التصريعين منعهم تماماً من التصريحات الإعلامية استعداداً للمباراة المرتقبة يوم الجمعة زي ما قلت حضراتكم مطالب الجهاز الفني لعبين وما يبتعدوا تماماً عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة اللي بتاعت طبعاً بقامها كبيرة جداً داخل القلعة الحمراء بطولة خاصة بكل تأكيد خاصة إن الفقوز بيضمن إضافة طبعاً لخزائم للنادي الأهلي ودخل كبير جداً في الفترة المقبلة لخزائم للنادي الأهلي هذا التوجه لفرد السياج من السرية والتركيز على استعادة المرد الأحمر لهذا اللقاء المرتقة بتطلع طبعاً لتحقيق البطولة فيها لمواصلة النتاج المتميزة لتحقيق طبعاً الموسم الماضي مع مديره الفني السويسري مارسل كولر بنائش كمان الجهاز الفني للنادي الأهلي مصير مشاركة المغربي أشف داري وفد جديد طبعاً مدافع النادي الأهلي الجديد في مباراة الزمالك بعدما أغاب عن مباراة جورمايا الكيني بسبب شكوى من الإصابة بالتواء في الكهل خلال تواجده في معسكر منتخب المغربي الأخير ورغم جهازات أشف داري لمشاركة في مباراة العودة أمام جورمايا الكيني ومشاركته كمان في التدريبات الجامعية اللي سبقت المباراة منذ اليوم الأربعة اللي فات لأن الجهاز الفني يفضل منحه وقت كافي قبل العودة بقى المشاركة في شكل تدريجي في المباراة خاف من تعرضه لإصابة جديدة تسبب فيه غيبه فترة أطول لكن سيحدد بقى كولر مدير فني نادي الأهلي موقف مشاركته في مباراة سوبر أو استمرار استباعده خاصة مع التألق اللي شايفينه طبعا بين السنائي سواء ياسر إبراهيم أو رامي ربيع المتألق بصراحة في فترة أخير سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخبنا الوطني في كل تأكيد الأقرب إن كولر هيستمر بسنائي طبعا ياسر إبراهيم ورامي ربيع ويتم يعني ممكن يكون أشرف داري على مقاعد البودلاء في اللقاء القاد لسه مع أخبار النادي الأهلي بفتح مسؤول النادي الأهلي ملف تجديد عقود اللاعبين اللي اقتربت عقودهم على الانتهاء مع نهاية الموسم الجاري أو الموسم القاد من أجل توفير حالة طبعا من الاستقرار الفني داخل غرفة الملابس وعدم انشغال اللاعبين بقى اللي اقتربت عقودهم من انتهاء بالتفكير في مستقبلهم على البقاء أو الرحيل بدون تجديد العقد ويوجد أكتر من لعب اقتربت عقودهم على الانتهاء زي محمد إلش ناوي قائد الفريق وبرسي تاو وأكرم توفي وطهر محمد طهر حيث داخل شركة الكورة في متواضات مع بعض اللاعبين في فترة الماضية وتبقى بعض الروتوشان البسيطة على حاس ملف التجديد لأولئاء اللاعبين وتوقيع العقود الجديدة ومن ثم بقى الاعلان عن انتهاء من تجديد عقود كل اللاعبين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر